المشاهدين الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لهم الأنباء مع دينا شرفت فدريا دين شكرا لك جومان الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبد الفتاح سيسي إلى أرض الوطن مختتما جولة أوروبية شملت ألمانيا وسربيا وفرنسا وقد عقد الرئيس سيسي خلال زياراته عددا من اللقاءات المهمة مع قادة الدول الثلاث أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا التي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقتين الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية وخلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكروم بالقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين حيث أكد الرئيس الفرنسي تقدير بلاده لمصر على المستويين الرسمي والشعبي مشيدا بجهود الرئيس السيسي لصون السلم والأمن الإقليميين وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع التطرق إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا حيث أكد الرئيس السيسي في هذا السياق رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية كما اطلع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لصدافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم وأيضا مساعي تنصيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية من القمة أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه للتعمق وتطوير أفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجارية لا سيما من خلال زيادة الاثثمارات الفرنسية في مصر في ضوء الفرص الوعداء التي تتيحوها المشروعات الكبرى جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير وصارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والتثمارات الفرنسية في مصر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل اقتراب إنعقد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات قال الرئيس الأوكراني بلادامير زيلينيسكي إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار مؤكداً أنه دليل على أن أوكرانيا تستطيع الصمود أمام العملية العسكرية الروسية وأوضح رئيس الأوكراني أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التواصل إلى الاتفاق بين موسكو وكييف الذي يسمح بفتح الطريق أمام صادرات الحبوب من أوكرانيا وصفاً إياه بالمهم عن البيت الأبيض عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 270 مليون دولار وقال منصق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل أنظمة سواريخ متوسطة المدى وطائرات تكتيكية بدون طيار مشيراً إلى أن الحزمة ترفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن إلى 18.2 مليون دولار يدلي التونسيون في الخارج اليوم بأصواتهم في الاستفتدائي على مشروع الدستور الجديد للبلاد وحتى الاثنين المقبل ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء وفقاً لبيانات الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات في تونس 348.876 ناخباً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد وتجرى عملية الاستفتاء للتونسيين بالخارج عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم والبالو عددوها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع قالت السلطات الصحية الأمريكية أنه تم لأول مرة رصد إصابتين بمرض جدري القردة بين الأطفال في الولايات المتحدة وقالت المراكز الأمريكيين لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين التي تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكون نتيجة انتقال العدوى بالمنزل مشيرة إلى أن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما هذا وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة في إفريقيا ختم مجد الثامنة فاصل وضح لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر